لقد كنت أعاني من الفواء والرواء وعند تناول الأوريو لقد أصبحت أترنح وقت مرجح أصل الأوريو ده بيقولوا عليه فيه شوية كحول ولا حاجات مش حلال يعني احنا بعد كده الأوريو ده بقى ناخد له كوباية مخلل مش كوباية شاي بلبن فيه يا جماعة الأوريو ده بتاعنا بيتصنع في مصر اللي نقلق منه المستورد لأن أي حاجة مستوردة لازم ندور على كلمة حلال لأنه بيدخل فيها كحول وبيدخل فيها دهون من الخنزيرة إنما الحاجات اللي بتصنع في مصر تصنع وفقا للشريعة الإسلامية ووفقا للتعليم العرب أو المتعرف عليه ما ينفعش يكون فيه حاجة حرام وما يقولوش لازم يكتبوا حلال ولازم يكتبوا المكونات والمكونات مكتوبة على البسكوت فما تقلقش أنا جبت ثلاثة باكم بسكوت الأوريو وفتتتوا في الكبة ممكن تفتتوا بإيديكي كده وجبت اتنين باكم للبسكوت السيدة أي نوع تحبيه مش لازم حاجة معينة ولو قلبك لسه مش متطمن للأوريو ممكن تستخدم البوريو ما يهميكيش يعني أنا جبت البسكوت بقى اللي أنا حاولت أقصره كده ونحطه في الخلاط أو بالهند بلندر وهنستخدم حوالي نص كباية من الحليب المحلى المكسف مش عندك بقى حليب محلى مكسف لا تزعلي ولا تضايق أنا عملته معاك قبل كده وهكتبلك برضو مكوناته عشان تعمليه بإيديك وهيبقى سهل جدا هنحط الحليب المحلى المكسف على البسكوت وهنستخدم جبنة كريمي أنا باستخدم السايبة ممكن تستخدمي انتي المكعبات اللي هي الكيري ممكن تستخدمي القشطة ممكن تستخدمي اللي هي العلب أي نوع جبنة تكون من غير ملح هتدي طعم حلو جدا أنا حطيت معلقتين كبار من الجبنة وبعد كده هضرب كل الحاجات دي في الخلاط هنلايين الموضوع بمعلقة من اللبن طبعا الموضوع ده كله مش محتاج سكر لأن البسكوت اللي احنا عطناه فيه سكر دوقي برضو لو حبيتي اوكي أنا قسمت الخليط لجزئين جزء بقى حطيت عليه معلقة كبيرة من الكاكاو الخام ومعلقة كبيرة من النسكة فيه وحنقلب بقى حستي بقى ان بعد ما تحطي النسكة فيه مرة شوية حطي معلقة من السكر البودرة ودربي خلاص كده بقى عندنا اتنين خليط حطيتهم في كيس حلواني علشان بس يبقى سهل التوزيع عندي خليط بالكاكاو وخليط اللي هو بتاع البسكوت السادة هنجيب بقى الكاسات او الكبايات بتاعتنا ونبدأ ان احنا نرص بقى اللي احنا عملنا ده كله هنجيب انحط القوريو او بوريو يعني متزعليش نفسك اللي انتي متطمنا له اعمليه ونحط بقى طبقة من الخليط الابيض وبعد كده طبقة تاني من بسكوت القوريو وبعد كده طبقة من الخليط اللي هو بالكاكاو والنسكة فيه طبعا انتو شايفين الخليط سايب شوية انا حبيته يبقى كده لو انت عايزايا يبقى تقيل شوية يبقى ايه حتلغي بقى موضوع معلقة اللبن اللي انا حطيتها ولينت بيها وفتتي الاول البسكوت وضربيه عشان يبقى سهل في الضرب فحيبقى الخليط تقيل ومش حيبقى عامل معك زي المهلبية شوية هو كده قوامه عامل زي الدانيت بس بجد الخليط ده طعمه حلو جدا 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 وجميل جدا جدا مقدرش اقول لكم كان حلو قد ايه وسهله هو مفوش اي مشكلة تحلية مفيش اسرع من كده والكمية اللي انا عملتها دي كلها اتنين باك وبسكوت وتلاتة قوريو عملولي حوالي سبعة من المجات اللي انتو شايفينها دي لو عجبتكم وصفتي عملولي لايك وفولو وشايروه مع صحابكم اكتبولي كلام حلو كتير انا بحبكم واشوفكم في فيديو جديد وباي باي